اشتركوا في القناة مستذكرين ببالغ التقدير والاعتزاز مآثر الفقيد ومناقبه وجهوده الكبيرة في مسيرته الحافلة بالإنجاز والعطاء في خدمة وطنه وشعبه وإسهاماته في بناء نهضة البحرين وتقدمها وازدهارها التي لبت متطلبات واحتياجات أبنائها الكرام في كافة المجالات مبتهلين إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد البحرين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويمتعه بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد ويوفق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في حمل أمانة العمل الحكومي وكافة المهام الوطنية لمواصلة تحقيق تطلعات ورؤى جلالة الملك المفدى بما يخدم أهداف مسيرتنا التنموية لمزيد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطن وقد بادلهم حضرة صاحب الجلالة أيده الله ورعاه التعازي بهذا المصاب الأليم سائلا الباري جل جلاله أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء لما قدمه لوطنه وأمته وأشاد جلالة الملك المفدى بدور الفقيد وإنجازاته البارزة في مسيرة العمل الوطني وبما شهدته البحرين من خلال رئاسته للحكومة من تطور وتنمية في مختلف الميادين والقطاعات وأكد جلالته حفظه الله أن المملكة تمضي بثقة في مسيرتها المباركة لتعزيز مكتسباتها الوطنية لخير أبنائها وأجيالها معربا جلالته عن تقديره لدور أعضاء مجلس العائلة الملكة الكريمة وجهودهم الطيبة وتمنياته لهم بالتوفيق لما فيه خير وطننا العزيز وكافة مواطنيه الكرام ترجمة نانسي قنقر